بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم مصفتنا طريقة تحضير الأجنحة الحارة على طريقة مطاعم كيف سي هذه سلسلة مطاعم للأكلات السريعة عندي فيديو للأجنحة الحارة بس هذا بغير طريقة هاي عندي أجنحة نقعتهم مي وملحوا وخلي مدة ساعة بعدين غسلتها سيها جاهزة حتى أنتبلها وبنسبة للبهارات اللي استخدمتها أخذت هاي الملعقة قصت بها كل أنواع البهارات عندي هنا أنا أوريغانو بابريكا فلفل أحمر بارد ثوم باودر وهنا أنا عندي هذا بصل باودر زنجبيل مطحونة أخذت نصف ملعقة كوب وملح وراح أستخدم هذا الليمون المجفف والفلفل الأسود إذا ما أكوه بكل بساطة نصف ملعقة فلفل أسود وبرش ليمونة كاملة راح أضيف من عنده تقريبا نصف ملعقة كوب هاي البهارات كلها راح أضيفها على الأجنحة وأقلبها تقريبا جيد حتى كل الأجنحة تأخذ طعم هاي البهارات هنانا عندي راح أضيف ما يعادل ملعقة أكل من خلط تفاح غطيتها ببلاستيق غذائي وراح أتركها طولي ليلة بالثلاجة وإن شاء الله هنكمل هاي بعد ما تركت الليلة كاملة آني بالثلاجة هسا إن شاء الله راح نشوف الشون نكمل تجهيز الأجنحة الحارة هنانا عندي بهاي الشيشة آني خالة طحين وخالة ويا البهارات اللي تأجبكم آني خليت بابريكا شوية فلفل أسود أو ثوم باودر مثل البهارات اللي خليتها ويا الأجنحة بس ما عدا الأوريغانو ما خليتها وياها هسا هنانا عندي كيز غذائي فرغت بي الطحين وراح أبدي أضيف بي الأجنحة حتى بهاي الطريقة أضمن إنه الأجنحة تتلبس كلها بالطحين هسا عندي راح أحكم مغلاق هذا الكيز وأبدي أسوي بهالطريقة حتى كل الأجنحة تأخذ الطحين هاي شكل الأجنحة صار عندي وبنسبة لهذا الطحين بقى قليل راح أتخلص من عنده هسا أنتقل على الطباخ عندي طاوة بها دهن غزير طبعا وهذا الدهن لازم يكون حامي هسا راح أبدي أضيف قطع الدجاج ومن أضيف قطع الدجاج راح أنص الطباخ خليه على المتوسط حتى الأجنحة تأخذ من فوق لون ذهبي وتكون مستوية من الداخل هسا إن شاء الله أكمل الكمية ونشوف الخطوة اللي بعدها هاي عندي بعض ما قليلت الأجنحة اللي عندي هسا إن شاء الله راح نشوف الصاص اللي ناكله ويهاي الأجنحة هنانا عندي ملعقتين أكل من الزبدة راح أخليها عن نار إلى أن الزوب وانتبه إنه الزبدة بسرعة يحترك فبس مجرد أن الزوب هاي عندي بعد ما ذابت الزبدة هسا راح نضيف المواد اللي نخليها ويها الصلصة هاي هنا أنا عندي كتب راح أضيف ما يقعد لنسكه من الكتب شطة حارة راح أضيف تقريباً ربع كوب واللي يحبها أكثر حرارة يسويها نصف كوب رشة ملح وملعقة أكل من السكر البني إذا ما أكو سكر بني تخلين ملعقة أكل عسل هسا راح أبدي أخلط هاي المواد اللي عن يذوب الشكر وشوية تبدي تغلي هاي هنا عندي ذاب الشكر وبدت تغلي هسا هي راح أطفع عليها الطباخ تكون عندنا السلصة في هاي المرحلة جهزت هسا نشوف شكل النهائي الوصفتنا لهذا اليوم هاي كانت وصفتنا لهذا اليوم إن شاء الله تجربون هاي الوصفة وتنال إعجابكم وألتقيكم إن شاء الله في وصفة قادمة وفيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا